طيب تمام احنا اللي عايزين نوصاده من ده ده الاستركشور اللي عام انا محتاج اكتب كويري هنا اللي انا عايز ادفزه. اه الاكزامبل اللي انا عايز اعمله المرة دي ان انا كريت التابل اللي انا هبدأ اشتغل عليه بس. كريت التابل اللي انا عايز اشتغل ايه? انا عايز اشتغل عليه مش اكتر كريت التابل اللي انا عايز اشتغل. انا محتاج اكتب كريت التابل ده ليه امر عندنا في ومي سيكوير. خلاص اوفل اسكشور. الاول انا لازم اقوله كاكويري اولاني اقوله دروب دروب تابل اف اكزست. تمام اللي اسمه يعني ايه الكلام. يعني اولا لو كان الجدول معمول لو كان لو كان الجدول معمول انا هارم الجدول. لان المفترض من دي دي كريت التابل من الاول. الكريت التابل من الاول. تمام? هلو كان التابل في الاصل موجود انا هحزفه. لو كان التابل في الاصل. موجود انا ايه? انا هحزفه. تمام كده? هذا الكوير الاول. كوير التاني ان انا كرية التابل ذات نفسه. بعد ما اعمل كده انا عندي كوير تاني. ان انا كرية التابل ذات نفسه. كرية التابل ليها سينتكس. هنتعرف على ايه كتابة ايه امر في اسمه كرية التابل تمام. كرية التابل وهو اسمه. انا بقول له ايه عايزك تعملي جدول اسمه. تمام? حلو جدا. وافتح كوث. وابدأ احط ليه المواصفات بدعة. انا ممكن اكتبه هنا بعالي ازركم. اهو. وبعد كده اضاني له هناك. هو المقول الامر اسمه كرية التابل. وانا نسميه play. اهو الاسم اللي نحن. اهو هناك تختار. طيب. وهدي خصي بداول النهائي. انا هكريد التابل اسمه كرية. هخط في التابل ده ايه? والله انا هحط مسلا اي دي. هعمل اي دي. وبعد كده بحدد نوع البيانات اللي هتتخزن في مي سيكون. مي سيكون ليه انواع. كذلك في الوريكان ليه انواع. كذلك البوست جريلي اه نوع. نوع بيانات. زي ما عندنا مثلا الانت وعندنا 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 نفس الكلام ما قلت الدريس. تمام? مهومة دي. فانا هجرد له ايه? انا اعمله. نوع اسمه على اربعة. يعني ايه? يعني خانة. واربعة يعني اربع خانات. يعني بياخد اربع خانات. عبارة عن ارقام او رموز او حروف. ده نوع من انواع البيانات اللي موجود في مي سيكون. وكذلك موجود في قريتل وكذلك موجود في مي سيكون. وكذلك موجود. يعني في اغلب الاساس السلمة ليه مشهورة. كالتشار او الكاركتر. دي معناها اربعة ديجتز. كل ديجتز بيشيل ايما يا رقم يا حرف يا يا رمز. تمام كده? اما جهت الجانبات اللي بتنط نال. يعني ان الاي دي ما ينفعش السلفات. رقم الموزف ما ينفعش السلفات. خد بالك الاوامر دي. كناش نعطي عمالة في الديفزيز الثاني. ولا في الفايلز. كنتش قادر احد تنوع الديانات. كان عمالية مفتوحة. هحط اي حاجة تنزل. هحط اي حجم. اربعة خانات خمسة عشر 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 يضرب. ما كش مشكلة. المرة دي لأ فيه بقى شوية. اقول له مفروض ما يتسابش فاضي. لو اتساب فاضي الامر هيدرب. مش هيحبز. فانا وانا بقول له بقى جوة التغريزة مثلا نوت نال هينفعش يتساب فاضي خلاص. كمان? ما ينفعش يتساب ايه? ما ينفعش يتساب فاضي. وممكن اكتب امر كمان شهير اسمه. امر شهير اسمه. والامر دي معناه ان ده هيصلح فيما بعد ان هنستخدمه ان هو يربط ما بين جدول دا وجدول تانية او دا والاخرى. يعني بقى هو ده المفتاح الرئيسي اللي بقى ده اكتر من مع بعض واحد او علاقات او كلام سا تمام? دي معنى كلمة وفي نفس الوقت ليها معنى تاني ان ان ده بقى يونيك. الاي دي بقى يونيك يعني ايه يعني ما ينفعش يتكر. يعني ما ينفعش الاتنين ياخده رقم واحد او اتنين ياخده رقم اتنين. يعني مسلا انت بتقول له اربع خنات فانا ممدي الواحد واحد 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 اربع وحاية. ما ينفعش حد تاني يجي في التيبل ده باربع وحاية تاني. بمعنى كلمة. كل كل دي مكانتش موجودة عندنا باي حاجة تانية جديدة. كل ده وقت من اول ما احنا اشتغلنا في الريشن داتا بيز وماي سيكول بنا يبقى عندنا امكانيات في الداتا بيز بتحكم في حجم البيانات في نوع البيانات اللي بيخش في هلية مفاضية ولا مش فاضية متقررة ومش متقررة هدر اربط في داول تاني ولا ما نرش كل الحاجات دي جديدة علينا. معروide brincال. اتصرط قبل اربعة 보고 مندي الكاركتر ربعتي أشعرил personal name، اسم الموظف موظف انتهت هتصرف اسم الموظف Namen, اسم الموظف هأ نعمل بنفس الموظف 워ل عركتر والاس一些 persönlich زائل بالموظف تمام الرئيس مثل مثل oynzecger ولكن قبل الموظف زائل لكي رع MILLR علشان يديني خاصية واحدة اسمها خاصية امر خاصية الر ministre predecessor named Blacklist você閨iktion perceptions origin which you will اربع خانات. لو كتبت له واحد ثلاث خانات او بيت كتبت له واحدة خانتين هو برضو بيحسبها في الميموري اربع خانات خلاص زي زي كلا ما كل موظفين وقدين اي دي بحجم سابت. ما اقول ان مثلا بار كاركتر على خمسين معناها ان الماكس خمسين. ماكس لينف خمسين خمسين كاركتر خمسين ديجل. لكن لو بنا استخدامنا واحدة اربعين ديجل مش مشكلة تلاتين ديجل مش مشكلة يعني يحصل في البيانات مايقعدش حجز الخمسين. لو كانت تحرس معادل اربع حروف يبقى حجز الخمسين. لا مش انا. انا ما اقول له يعني على حسب حجم البيانات واحدة اربع خانات خلاص خد من من الصيز اربع خانات. بس اخرجت خمسين. غير خالص نما اجا اقول له كاركتر ربعة معناها ان هما يعني زي ما تقوله هيا حجم ثابت من اللانس. هما اربع خانات. فور ديجلس. نقدرش تزاود عندهم. ولو قللت هو برضو بياخد لاربع خانات. سبتي. تماما عشان كيف سابيه ستاتي كلاسة. فالنام ان اقول تفاكتر على خمسين. ممكن احط جنبيه نوت نال. ما يفعش حد ما موظف عندي انا مقالوش اسم. انا نوت نال. ما يفعش نصف فاضي. او. سف فاضي ده ده بس تضرب. ده نوع الاختالة هنتكلم عليها. ده بس لا تسمح ان الاسم يجي فاضي. الموظف مش عاوين اسمه ما يفعش. ده نين. منحط كمان الشجو الوظيفة. وديه برضو عشان هي بقتيك سف اقوله كاركتر مسلا برضو على خمسين حق. مش مشكلة. وبرضو ممكن هلو نوت نال ما يفعش نصف ووظيفة فاضية. لا ممكن. نقول ماشي. ولياكم ووظيفة فاضية مش مشكلة. والسالري. السالري. طبعا السبيسنج والكلام ده كله ما بيفرقش خالص في الدلابيز عندنا مايسيك والوالف اللي ما بيفرقش. على عكس طبعا البيتون والكلام ده بتفرق حاجات لانه ما عندناش اي فروق اصلا من اي نوع. الامر زي ما انت عايقين. تمان? السالري رقم ممكن يكون فيك سور. فهنختار نوع اسمه وديسيمل. وديسيمل معناه ان رقم بكسر يعني. زي زي الفلوت زي زي الضبن. كلها الكلمات بس مستوات مختلفة من الدقة. مستوات مختلفة من الدقة. ممكن يقول مسلا ايه? سبعة كومة اثنين. سبعة كومة اثنين معناه انه هياخد سبعة خنات منهم اثنين عشر. يعني اقصر رقم ممكن يكتب كام? خمس خنات صحيح وخنتين عشر. دي معنى ايه سبعة كومة اثنين يعني. يعني اخيرنا كام تسعة 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 تسعة. تسعة تسعة ده اكبر رقم ممكن كتب. يعني كام تسعة وتسين الف. تسعة وتسعة وتسعين. تسعة وتسعين من ايه? اه كسر. ده معنا لايك هات بلوقتي. او ده الليمت اللي انا حطيته في الارقام دلوقتي. ده الليمت اللي انا حطيته في الارقام دلوقتي. طبعا ممكن نحط حاجات اكتر من كده وتفاصيل اكتر من كده وكل ده اكتر من كده. ان شاء الله بالنسبة الناس اللي عايز تتعمق بالحطة بتابيز وميسيكوال ممكن ابعث لكم كورس مسجل عن الميسيكوال اللي عايز تتعمق بقى في الاوامر والشغل بتاع الميسيكوال ورشمد التابيز والكلام ده كله يستفيد مني. على مهم ده الامر بتاع الكريات للامبلي. هو هو نفس الامر انا عايز انافزه. بس مش عايز انافزه بالميسيكوال عطول لا انا عايز اخلي البيتن هو اللي ينفزه. فانا ورجعت الايجزامل بتاعي انا عايز الكريتو دايبة هنا. انا هعمل بس. عملت بس. بس. نفس الامر اللي انا كنت كاتب هناك خدت كوي بس. بس عشان انا اخليهم فعلينا اعمل كده بس. صح والله. كده بس. وبحط بس الشرطة دي بالاخر عشان اتعامل انا لسه بكمل. بكدير اتبوا اللي فيه. لسه بكمل. وكملت الامر ولسه بكمل. لسه بكمل. لسه بكمل. لسه بكمل. لسه بكمل. لسه بكمل. خلصت. بعرف ان ده كله عدو اعضار ايه ايه? بسطي. يعني ده ما بين دهار كدشان واحدة من اول ده وديه اخير. وديه معناه انا بكمل. انا بكمل. انا بكمل. انا بكمل. انا بكمل. انا بكمل. بس. كده اكونت الامر. عايز انا اقوله بقى انا بتزلي الكوريج الاول. مش مشكلة. عشان او كان مغول يمسع. نفس الكوريج التاني. نفس الكوريج التالي. نفس الكوريج التالي. نفس الكوريج لعشر. زي ما انا عايز. هعمل بس برينت. هولو. الانفليجي تابل. كلير طبعاً ما هو تمسح كليل كرياتيب 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 حتى كريات Bius مؤمن تكرياتيب موجد في الغالي كرياتيب مثل لكن لكن لو انت عايز كريتها موجودة. برضو الامر موجود شغلية. والى الامرين الكوريين اللي عمتهم الواحد بيحزوا لتجادة ولو كان موجود والترية كريتها من قروق جديدة. ونفستهم. تنسل ده. اكزيكيوت ده. اكزيكيوت ده. وبرنتين لتجادة. الدولة تمام. ووقف الكوريش. لو انا عايز ننفذ الامر ده. واشوف الفونكشن دي شغل. لا اهرد عليها بس. يعني هقول له كريت. الامب تابل. وي هروح عمام الرن. قال الامب تابل كريتد ان كريتد ان كريتد ساكسسول. الان كريتد ساكسول دي جاي من الان. هل سايب لنا نه. طب اتأكد واحدة تمامسوا تأكد ان الاتبال ده تكاري. يعني الواحدة تبستعك. ادي الامب تابل على باي بي. لايت ان في والله تابل اهو. تابل اسمه امبليي. صح. ودخلت عليه. نهي الليل. وفي الامب. في الامب. وفي الامب. في السلو. لو عايز نشوف اللي باي بي. اهو. هان الامب. وجنبك من بلاي مريكي. وده كريتد على 4. والامب. ودفور كريتد على 50. ودفور كريتد على 50. والسلو. وده دي سمال. 7 منهم. اتنين عشر. والامب. والامب. ومكتوب قدامهم. الديفولت مش ايديفولت لكن اه اسفان في النل مكتوب نونو مينبعش الساب نل مينبعش الساب نل الجوب وساري مكتوب ياس ياس يعني ممكن يتسابه واضي يعني يعني كل احنا وصفنا هناك الترجم هنا بس انا مش عايزنا خلق هنا انا عايز اقولك احنا بنشتغل من هناك بس ببص بتاعتنا اللي هي بتشغلها ممية وعرفنا ازاي بنشتغل نكتب الاوامر بتاعت الـ SQL انت تعلمت بقى SQL هتقدر تنفي زي اوامر SQL هنا بتشتغل عايزة الاوامر المهمة اوي في الـ SQL ازاي تضيف ازاي تقضيت الديتا تعادل البيانات ازاي تدليت الديتا تعادل البيانات ازاي تسليكت وتجيب بقى الشغل كله بقى ازاي تجيب وتحسن انك تجيب البيانات هل شباب الحتري في اي مشكلة او في اي اسئلة جزئيني لاحظة كمان يعني مسالة اللي هي مسالة ازاي الواحد ياسم بنات اللي تجيله في الجدول ويعمل العلاقة بتاني ازاي؟ ده من وضوع تاني وMo inahe علاقة بالقالف ده. لا لا مش عقول يمن كالفين فكسة تانية ده كسة قصة تانية يعني اهآ. يعني لازم احني ب provوما هم اشي ولا مش بضرورة. ايهي؟ لو ايه؟ يعني لو احد عرفه هو ماشي ولا مش بضرورة. يعني هو ماشي قصص اتهتاً. لازم الواحد يعرفه هو ماشي ولا ده شئ مش بضرور يعني خارج عن المصار ده. طب السؤالة كويس. السؤال. السؤال بيقول اه يعني لي اقسم البنات في جدول في اكتر من جدول ايه واقسم ازاي. ده شهور تاني خالص غير الحتة اللي انا بنفكس عليها الوقتي. اللي هي البيسون مع الديتابيز. بس انا عايز اعرف الديتابيز بتاع مشترى ازاي والاهم البداية كلها بتفصيل وكام ده كلها. الحتة دي طبعا حتة مفصلة وطويلة. تمام? اتاخد لها كورس الوحدية. ان شاء الله هببعث الناس اللي متواصلوا معي الكورس كله. يخشوا عليه ويشوفوا الامر دي بتفصيلوا ازاي بيشتغلوا ازاي وكان ده كله. لكن احنا الوقت مش 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 هلقب امركزنا على ده لان مش هو موضوع. ان الموضوع ده هاخدنا في اتجاه تاني. في نفس الوقت احنا بنتعامل مع في الكورس بتعامل مع كتير. مع مع مي سيكل. ده ليشنا داتابيز هي والبوستجري والوكام دي كلهم هي واحدة. لكن في عندنا مثلا اخدنا الفاير بيز دي دوكمين داتابيز ديها استراكشر تاني وما يفعش نظم واسلوب الدزاين بتاع اللي بيشتغل مع المي سيكل ما بيشتغلش مع الدوكمين داتابيز. او وهكذا. في انواع في الداتابيز وفي تفصيلات وفي استراكشرز مختلفة. فعشان نهرب من ده كله ومش موضوعنا. لكن انت تعرف على الاوامر ويبص مش تخسر حاجة. وانا هبعث لكم الكورس التعليمه منه. لكن اه هنا احنا بس نفكس على على حتة البوستجري. ازاي يتعامل مع بتاعت ماي سيكور من خلال. طب. اه خلاص حلو. طب انا هشتغل في الاريا دي بعينها. لسه في شغل بقى. لو انا خلاص ركست ان انا هشتغل في دي واحد يقول لا لا انا هشتغل في البوستجري واحد يقول لي لا انا هشتغل على على المونجو مسلا. هشتغل لا هشتغل لا هشتغل انا لا هشتغل كل واحد بقى بيختار اتجاه ويبدأ بقى يخش فيه وتعامل. لك احنا الوقت بس منه. كل البايسون بتعامل زي مع البانت. دي فكرة عامة عن كل التعامل مع البانتنا شي زي. تمام? وصل الفجر? تمام حضبك تمام. لو بحكم ده في دماغك ناشمي فيها عادي ما انا مش مشكلة. لا خلاص انا خلاص ده اللي في دماغي هو ده. يعني اللي بيحكم المسألة اتجاه الشخص ولا السوق يا دكتور عادل? او المطلوب يعني. الشعب لك نفسه وتوجهه. لان ممكن انت تبقى شغال يعني ايه. واحد اشتغل في شركة واحد اشتغل في شركة. شغال على وايس يكون خلاص. هو اشتغل مع الشركة وهيركز معه. واحد تاني اي اشتغل في شركة تانية شغالها مسلا تستجري خلاص هو يشغل بس. واحد تاني الى اخر. واحد تاني هدف هو انه يوصل لحاجة معينة. الحاجة المعينة دي شغالة على كذا. احرصه بركز في الهدف الى اخر. فالهدف بتاعك هو اللي هدف لك انت هتركز فيه. لكن لازم تكون عارف. دي زي حيزة تتنقل مع البيانات مع دكش مشكلة. اللي احنا انا بكال بس ايه فكرة التعليم اللي انا اتعلمته. اللي احنا عندنا كل حاجة بتسمع في حاجة في التاني. يعني مسلا عندنا خمستاشر ستاشر اه فرع مسلا كلهم بيسمعوا في بعض. فهل الحكاية ايه هنا بتبقى نفس الطريقة ولا مش شرط? يعني ايه كلهم بسمعوا في بعض مش فاهم. اما مين اصلا بخشش يا شفار انا انت تتكلم انا مش هبس بفهمك. لا انا انا بكلم مثلا زي عندنا في دراس مثلا اللي هو في نحو صارت بلاغة نحو كزا 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 كزا. مش عارك ايه كزا 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 كزا. بس تدرس بحاجة لكنها منعزة عن التانية لكنها في الحقيقة كله في الاخر بيسمع في وعده. واتقان كل واحدة بتعود بفايدة على على الباقي. هل الحكاية في غين نفس الفكرة ولا مش? طبيعا. طبيعا. ممكن هتكون شغال بس هنا في بس في حاجات هنا آآ آآ بداء لبعضها. يعني في حاجات هنا آآ بتسمع ورغبا من بعض وبتكمل بعضها. بيجي بتكمل بروشيك كبير بتكمل بعضها. عندك بس في عندك بشكل معين في عندك على بشكل معين عندك. عندك حاجات رجل ما بتتجمع مع بعض. لكن في حاجات بدائل يعني في حاجات بدائل. يعني انا بعمل سيستم جديد. هشتغلوا مثلا ماي سيكون خلاص. مش هشتغلوا ماي سيكون لبستغري في نفس الوقت. كمان. إلا لو في حالة نادرة فيها حاجة لكن هم هو دي هي دي. يعني في الآخر انا دي له هتقدمه لي هي دي له هتقدمه لي. ما بين ايه? ما بينخشش في في البدائل دي خلاص انا باخد بديل واحده واشتغل عيه. مش قاعد انا اشغل بالي من يوم بديل. انا مسلا بتكلمني مثلا. لما اخدناها بدك. خلاص انا اشتغلت بالخلاص. هتقول لي بس في حاجة تانية. اقول لي خلاص اشتغل حاجة تانية. اشتغل حاجة تانية. بس في الآخر هم كنون بعمل نفس الموضوع. انا هشتغل بواحدة فيهم. كلمة ان في بداية. انا بس الاخر باخد بديل واحد باشتغل. تمام كلام سيدة. تمام تمام. شكر ان سيدة كدامة. يا سيدة تانية يا شباب. تمام. تانية يا شباب. تانية يا شباب. تانية يا شباب. دكتور متى البريك اللي اجزي الخير? ان العصر حيروح. دي? البريك اللي حضرتك هتحديد البريك. اه كنا مناخد بريك كده ما بين الحاجات. بس لو انت عايز بريك يعني. لا تصلي بس خمس دقايق سبع دقايق. طيب خلاص ماشي. نرجع نكمل ان شاء الله. الله اكزيك. شكرا. ماشي خمس دقايق نرجع نكمل ان شاء الله. انا اسف معلش لو الشباب نكمل معهم نكمل. هو في كل الحال هو يعني مسجل يعني. بس اه. ماشي. بس خمس دقايق مش مش كده. عدازك ماشي خمس دقايق نرجع ان شاء الله. لا لو حسب ما يشوفوا يعني. انا بس قلت عايف انو حضرتك شغال قلت حبيبتك. ومن دولة تانية فتلاقي مع عدو دلوقتي مع عدو صلاة فعواعيز بس ايه عندهم الصلاة ما بين الصلاة والصلاة والصلاة في الزعب. فيا دوبك يا الحياة ما يلحقش يعني. اه. خدوا روحتكم. الله اكزيكم الخير خدوا حاجكم. خمس زي بس على طول وننا هنتجاهز ونبدأ مع بعض ان شاء الله. وناخد بريك كده. بارك بارك. الله فيك. بارك. حقا عالك. بارك بارك. خدوا روحتكم. بارك وبارك.